موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية اهلا وسهلا بكم اشهد رئيس مجموعة البنك الدولية شهية بنك بمراكوش بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد التفاصيل مع شيمة بك المغرب نجح في حسن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بالمدينة الحمراء حيث حضي بإشادة جميع المشاركين في هذا الحدث الدولي الكبير إشادة عبر عنها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بنك خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين نسخة الفين وستة وعشرين التي ستحتضنها بنكوغ بالطيلوند وقال السيد بنك أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين وهذا ما حرست عليه طوال الأسبوع على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حضي به المشاركون في هذه الاجتماعات وأبرز السيد بنكا أن المغرب قام بعمل رائع بتنظيمه للاجتماعات في وقت صعب للغاية بعد زرزال الحوز من جهته هنأ وزير المالية الطيلوندي السيد كريسادا تشين فشارانا بهذه المناسبة المغرب على جهوده الاستثنائية من أجل إنجاح تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والصندوق النقد الدولي مؤكدا أن هذا الإنجاز سيظل راصخا في الذاكرة كمثال ساطع على روح العزيمة وبهذا تكون مراكش قد نجحت على مدى سبعة أيام في تنظيم واستقبال ضيوفها في أفضل الظروف ودائما على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وسندوق النقد الدوليين التي اختتمت أمس بمراكش وقع المغرب مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للسيراد والتصدير بقيمة مليار دولار تهدف إلى تمكين البغرب من تطوير مبادلاته التجارية واستثماراته مع دول الإفريقية التي تحظى لديه بالأولوية وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب ردوان مستقيم في المتابعة مليار دولار هي قيمة مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادي افتاح مع البنك الإفريقي للاستراد والتصدير هدفها تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكوش تعاون فعلي لدعم استراتيجيات المغرب خصوصا فيما يخص تصدير فهذه المذكرة التعاون التي تتوقع اليوم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لها يمكن نقول رمزية كبيرة لأن هذه الاجتماعات ما تنتمج افريقيا منذ خمسين سنانة نحن متأكدون من أن توقيع هذه المذكرة سيمهد لتعاون مميز سنحرص على تنفيذ مقتضاياته على وجه السرعة كما نتطلع لمضاعفة قيمة الدعم مستقبلا هذه الاتفاقية التي من شأنها تمكين المغرب من تطوير مبادلاته تجارية واستثماراته مع الدول الإفريقية التي تحظى لديه بالأولوية وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب الذي يدعو إليه جلالة الملك فضلا عن دعم استراتيجيات المغرب خصوصا فيما يتعلق بالتصدير هذا واختمت أمس بمراكوش فعالية المنتدى الجهوي للإدماج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال المنظم بمبادرة من ولاية جهات مراكوش آسفية التفاصيل مع هشان فرحان المنتدى الجهوي للإدماج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال المنعقد بموازات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي شهد تنظيم عدة ورشة عمل ولقاءات بمشاركة ثلة من الخبراء والشباب والطلبة عرف هذا المنتدى ما يزيد عن 40 ورشة وجلازة عمل وأيضا تقاسم قصص نجاح لمقاولين وتعاونيات لتقاسمها مع المشاركين وأيضا أصحاب أفكار مشاريع وتضمن المنتدى عددا من الأروقة من بينها رواق خاص بالمقاولة الصغرى والتعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نشكر كل الناس المبادرة اللي صاروا لها الملتقى وصراحة الله تلقنا مع الناس أصحاب المقاولات واش دينا من عندهم الأفكار جداد دينا شوية المعلومات باش نفعول المقاولة للتعاونة ديلة نتا هنا الفورم يعني شي حاجة رائعة شي حاجة اللي جات في وقيت اللي ديالك كيف ما كان نقوله يعني في تنظيم دياله في البروف اللي جوا عندنا الناس اللي جوا عندنا السيد الوالي يعني الناس ليلة البنك مونديام يعني اللي جوا حضروا معنا وكلهم يعني كانت اتصالات وعجبهم الشانتيو ديالنا وعجبهم الخدمة ويتماشى تنظيم هذا الحدث مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إلهام الشباب وتحفيزهم على الابتكار وبمراكش دائما نظمت مؤسسة محمد الخامس لتضامن بدار سراغن بمراكش نشاطا طبيا واجتماعيا وإنسانيا لفائدة تلميذات مؤسسة التعليم الثانوي الإعدادية المنحدرات من المناطق المتضررة من زيزهر الحوسة وأقيمت عدة أنشطة لفائدتهن تهم بالأساس حساسا للدعم والمواكبة النفسية والدعمية للشماعية علاوة على فحوصات طبية وتوسيعي ألبسها تقرير رضو المستقيمة في إطار تعبئتها المتواصلة والمستمرة نظمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بدار سراغن بمراكش نشاطا طبيا واجتماعيا وإنسانيا لفائدة تلميذات مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي المنحدرات من المناطق المتضررة من زلزال الحوزة حيث قيمت بهذه المؤسسة عدة أنشطة لفائدتهن تهم بالأساس حساسا للدعم والمواكبة النفسية والدعم الاجتماعي علاوة على فحوصات طبية وتوزيع ألبسها مؤسسة وضعت برنامج مهم من أجل تتبع الطبي النفسي وحتى تقديم المساعدات من أدوية ومواد غدائية ألبسة الفائدة هذه الفتيان والفتيات والحد الساعة وصلنا 1169 تلميذ وتلميذة اللي يستفدوا من هذه الخدمات المختلفة والهدف من هذا البرنامج هو مساعدة مواكبة هذه التلاميذ بشير يجعوا لمقاعد الدراسة ويتجاوزوا الأزمال اللي عانوا منها بعد الزلزال مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودعت برنامج مهم للمواكبة الطبية والنفسية وتقديم أدوية ومواد غدائية وملابس لفائدة التلاميذ الذين تم تحويله من المناطق المتضررة جراء زلزال الخوز وعلى صعيد آخر ناقش خبراء مغارب وأجانب في إطار الدورة الرابعة والأربعين لموسم أصيل في دورة الخريفية والدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة القضية الأوروبية بين نوازع القوة والخروج من التاريخ والتحديات التي تواجه القارة العجوثة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية التفاصيل في تقريره شامفرحان أستذة وخبراء من المغرب والخارج التأموا في أصيلة ليناقش كل من وجهة نظره التطورات الكبرى التي تشهدها القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة وانعكسات ذلك على دول الجنوب أوروبا تعاني حتى من تفتت على المستوى الداخلي فبعد انسحاب بريطانيا في إطار البريكس نلاحظ اليوم بإطار البريكس نلاحظ أن جمعة البريكس التي تضم قوى عسكرية وقوى اقتصادية أصبحت تنقل توازن القوى من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي وتبينت آراء الخبراء خلال الندوة بينما اعتبر أن خروج أوروبا من التاريخ كلام لا دليل عليه ومن دعا إلى إعادة وضع أسس جديدة للتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وباقي دول الجنوب بعيدا عن المفاهيم البائدة لا بد من إعادة نظر في العلاقات الأوروبية المتوسطية لأنها علاقات مهمة استراتيجية بالنسبة لنا كدول الجنوب المغرب وتونس والجزائر وكذلك أيضا لدول شمال المتوسط باقي المدخلات اعتبرت أن أوروبا ملزمة ببناء سياسة اقتصادية ومالية متناسقة وإنجاح مشروع الدفاع المشترك وإنجاد الحلول لمكامن الضعف حتى لا تجد نفسها خارج السياق وفي شأن الوطني دائما نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدخل ودي الذهب لقاءا تواصليا شهويا مع جمعية أباء وأمهات وأولياء أمور التلميذ تمحورات حول مستجدات الدخول المدرسية ويشكل لقاء فرصة لمناقشة البرامج الجديدة ومستجدات الدخول المدرسية وتعزيز التنسيق وتبادل الأراء والاقتراحات حول المجال التربوي على مستوى الجهة رغدا قابوري في المتبعات احتفاءا باليوم الوطني لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدخل ودي الذهب لقاءا تواصليا جهويا مع جمعيات أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ تحت شعار شركاء من أجل مدرسة ذات جودة للجميع نعقد اليوم لقاءا تواصليا مع جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ في إطار احتفاء باليوم الوطني جمعيات أباء وفي إطار برنامج تواصل الجهوي للأكاديمية والبرامج تواصل الإقليمية للمديريتين من أجل تقاسم مستجدات الدخول المدرسي وتقاسم كل مستجدات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين الاجتماع يأتي تفعيلا للقانون الإطار 1751 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسيما المشروع رقم 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية هذا يشرفنا من اللي تكون الأكاديمية تعقدمة لهذه اللقاءات من أجل التواصل وهذا يأهمنا أولا لكي نطمئن على راحة الأساتداء والطاقة بالإداري ثم لكي نطمئن كذلك على مستقبل أبنائنا اللقاء يشكل فرصة لمناقشة البرامج الجديدة ومستجدات الدخول المدرسي كما من شأنه تعزيز التنصيق وتبادل الآراء والاقتراحات حول المجال التربوي على مستوى الجهة وعرف الحدث إلقاء عدد من المدخلات التي أجمعت على أهمية الدور الذي تتطلع به هذه الجمعيات في تعزيز المنظومة التربوية الوطنية إلى بني من الله حيث نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني من الله القنيفرة لقاء تشوريا مع أطفال الجهة في إطار سلسلة الاستشارات الجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار أنا من يقرر مصيري ردوى المستقيم في إطار سلسلة الاستشارات الجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار أنا من يقرر مصيري نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني من الله خنيفرة لقاء تشوريا مع أطفال الجهة بهدف تعريفهم بمهام ودور المجلس وكذل آلية الوطنية لتظلم الأطفال لضحي انتهاك حقوقها استماع الأطفال والتفاعل مباشر مع الأطفال وإعطاء فرصة لأطفال الجهة للمساهمة في إعطاء تقرير خاص بأطفال المغرب حول وضعية حقوق الطفل هذا التقرير سيتم ورفعه إلى رجل الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة المقبلة وتهدف هذه المشاورات الجهوية إلى تمكين الأطفال من التعبير عن أرائهم فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية ذلك من أجل المساهمة في تقييم السياسة العمومية وإسماع صوتهم لدى مختلف المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وبعمالة وجد أنشاد تم تخصيص ما يزيد عن 21 ألف قنطار من الأسمذة الآزوتية المدعمة لفائدة الفلاحين وذلك في إطار البرنامج الوطني لتخفيف من آثار نقص تساقطات المطارية 2023 رغض قابري في المتابعة أكثر من 20 ألف قنطار من الأسمذة الآزوتية تم تخصيصها لفائدة الفلاحين بعمالة وجد أنقاد وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص تساقطات المطارية 2023 عملية توزيع الأسمذة على الفلاحين المستفيدين بدأت الأسبوع الماضي والتي تتم حسب عدد الهكتارات البورية والمسقية المسرحة بها بالسجل الوطني الفلاحي حيث تم تخصيص ثلاثة قنطارات للهكتار من الأسمذة بالأراضي المسقية مقابل قنطار ونصف للهكتار من الأسمذة بالأراضي البورية كانت واجدوا اليوم بالمركز الربط البصارة وكانت استقبلوا الفلاحة بالمركز هذا لتوزيع الأسمذة الأزوتية لدينا واحدة كمية ديال 2150 طون تقوم مصالح المكتب الوطني للسلام الصحية لمنتجات غذائية لجهات الشرق بدوريات إلى مختلف مراكز توزيع هذه الأسمذة وذلك من أخذ عينات وإحالتها للتحليلات المخبرية قصد التأكد من تركيبتها ونسب احتوائها على المواد المخصبة وعلى صعيد المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة تم وضع برنامج استثنائي للتخفيف من آثار ندرة التساقطات المطارية البرنامج مقسم على أربع محاول رئيسية متمثلة إلى جانب دعم الأسمذة الأزوتية في توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة والبذور المختارة لبعض ثلاثل الخضر الرئيسية كالطماطم والبطاطس والبصل وفي الشأن الوطني دائما أشرفت لجنة ملكية أمسنا الأحد بمقر ضريح زاوية سيد حمزة بإقليم ميدلتا على تسليم هبة ملكية إلى أعضاء الزاوية المزيد معي شامفرحان الهبة الملكية لزاوية سيد حمزة تأتي تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له والحسن الثاني طيب الله ثراه الهبة الملكية جرى تسليمها خلال حفل ديني أقيم في جو من الذكر والخشوع بحضور عامل إقليم ميدلت وأعضاء المجلس العلمي المحلي وعدة شخصيات مدنية وعسكرية هذه الزاوية كانت تعرف بمعلمة تاريخية وتتجلى في حفظ القرآن الكريم وعلم التصوف وكما تلعب أدوارا عدة من إعطاء الأورادي المردين وإطعام الطعام لمحتاجين وبالمناسبة نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه الانتفاة المولوية وعلى هذا الحنان ورفعت خلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم أكف الدراعة إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع مغفرته ولدوانه جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما كما ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وفي الورقة الرياضية كدى المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الإسبانية خورخي فيلدا رودريغيز بسالة أن كرة القدم النسوية المغربية ينتظرها مستقبل مشرق وواعد شيء ما أبقى المدرب الإسباني خورخي فيلدا رودريغيز مدربا جديدا للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم هذا ما أعلنه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع خلال لقاء صحفي نظم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة وتم تقديم القميس الرسمي للمدرب خورخي فيلدا رودريغيز لقيادة لبؤات الأطلس إلى أحسن المراكز كما عبر فيلدا من جانبه عن سعادته لقيادة الفريق النسوي خلفا لرينالد بدروس إنني فخور جدا بثقة التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخصي من أجل مباصلة العمل الذي قام به المدرب السابق وتقامه مع المنتخب النسوي منذ سنة 2021 لطالما أعجبت بموهبة وشغف اللاعبين المغاربة وطموحنا اليوم يظل واقعيا وواضحا وهو تحقيق مزيد من التقدم بشكل أفضل من جهته أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجعة أن الإدارة التقنية السابقة للمنتخب الوطني النسوي قامت بعمل جيد تويج بتأهله إلى ثمن نهاية كأس العالم الأخير مشيرا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تضع كل بنياتها الرياضية في المغرب والتي ترقى إلى مستويات عالمية من أجل ضمان التداريب في أحسن الظروف وحصد المزيد من الانتصارات وفي أخبار الثقافة والفنون وتحديدا بمدينة فاس افتتحت برواق محمد القاسم فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الوطني للفنون التشكيلية الذي تنظمه جمعية التشكيلين المتحدين بدعم من المديرية الجاوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطع الثقافة برواق محمد القاسم بثاس افتتحت فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الوطني للفنون التشكيلية وجرى افتتاح هذه التظاهرة الثقافية بتنظيم معرض تشكيلي جمع مجموعة من اللواحات الفنية ل37 ثنان تشكيلي قادم من مختلف ربوع المملكة هذا المعرض هذا شكل واحد محطة واعتبرت أنه عرس تقافي اللي لقم بين فنانا وفنانا تشكيلي مختلف مدير المملكة المعرض التشكيلي يجمع بين الإبداع والفن ويتضمن سبعين لوحة فنية تبرز الرؤية الفنية والجمالية للتشكيليين المشاركين وفلسفتهم الفريدة وتجاربهم الحياتية مشاركة ديالة تقريباً 34 ثنان في المعرض غناء الرواق وتنحس بأنه كانت تنوع اللي التيمة هذا العام هذا خدينا تشكيل وروحانية الألوان جاءوا فنانا من مختلف مدن المملكة جاءوا باش يشاركوا باش كل واحد بالتيمة ديالو الحظة الفني يشكل مناسبة لاكتشاف إبداعات فنانين من مختلف المناطق والمدن المغربية ومحطة متميزة للتواصل مع الجمهور المحب للريشة والألوان إلى هنا نصل مشاهدنا الكرام لنهاية هذا العرض الإخباري نشكر لكم حسن وطيب المتابعة أطيب المنى